طبعا كل التصريحات اللي بنتباحها مع حددكم جات في المؤتمر الصحفي اللي أعقب أو كان بعد طبعا اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من السادة الوزراء وطبعا قلنا أنه القرار اللي خرج من هذا الاجتماع اللي هو الخاص بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات ومئة مليار جنيه طبعا لتمويل الخطة المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا وصلنا كمان بعد الأخبار والتفاصيل والقرارات اللي تمت أثناء هذا الاجتماع وفيه قرارات مهمة الحقيقة لها علاقة بالملف الاقتصادي أولا تم استعراض مشروع موازنة العام المالي 2020-2021 ووضح وزير المالية في الاجتماع أن المؤشرات الأولية بتشير إلى الاستمرار في تحييق فائد أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب كمان خفض عجز الموازنة لـ 6.2% بدلا ما كنا قبل كده 7.2% من ناتج المحلي خلال العام المالي الماضي كمان دين أجهزة الموازنة العامة انخفض لـ 80% بنهاية العام المالي القادم مقارنة بـ 108% من الناتج المحلي كانت كلام ده في يونيو 2017 الرئيس نقطة مهمة جدا الحقيقة وجه باتخاذ عدد من الإجراءات اللي بتستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم وده هيجي من خلال استهداف قرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل وكمان العاملين غير المخاطبين بالقانون بنسبة 12% من الأجر الأساسي كمان زيادة حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بأجر من 8000 جنيه ده كان حد الإعفاء الضريبي هيوصل بعد كده حد الإعفاء لـ 15 ألف جنيه سنوية هيكون كمان في استحداث في شريحة ضريبة منخفضة هتبقى جديدة لسه هتكون بقيمة 2.5% لأصحاب الدخول اللي بتقل أو دخلهم يعني بيقل عن 35 ألف جنيه سنوية ده إن هو يساهم يعني في زيادة دخل الشهري للمواطنين الأقل دخلا الحقيقة القرار ده يعني لما نقوله بعد ما تكلمنا عن موازنة العام المالي إنه في عجز موازنة انخفض إنه في ناتج محلي إن الدين العام انخفض إنه بنتكلم كمان على معدل النمو ارتفع فبالتالي دي النقطة المهمة بقى اللي كنا دائما بنتكلم فيها من الإصلاح الاقتصادي والمؤشرات والنتائج الإيجابية لما بتحق بهذا الشكل بتعود على المواطن بيبقى عندك ملاقة مالية عندك فائد فبالتالي ده بيستهدف على طول إنه بيروح للمواطنين للموظفين نرفع من مستوى دخلهم نتكلم بقى في علوات نتكلم في الإعفاءات الضريبية استحداث شرائح ضرابية جديدة بنتكلم كمان على إنه يروح هذا الفائد برضو في ملفات لها لقى بالخدمات المقدمة للمواطن نتكلم على تعليم على صحة فده برضو تم خلال هذا الاجتماع إنه هنشتغل أكتر إن الفائد ده هيروح لتمويل عدد من القطاعات المستهدفة برضو زيادة نموها يبقى فيه خدمات أكتر التعليم الإسكان الكهرباء النقل الاتصالات الشباب والرياضة كمان المبادرات اللي بتشغال عليها وزارة الصحة بيتكلموا عن حضانات أطفال أسرة الرعاية المركزة أسرة رعاية أطفال يعني الحمد لله لما بنشوف إنه فيه نتائج إيجابية تروح بعد كده للمواطنين في زيادة دخول خدمات أكتر فبالتالي المسألة يكون لها مردود إيجابي ترجمة نانسي قنقر